بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام. على شكرا لخلق الله النبي الهيد الامين. محمد الله وعلى الله واصحابه ومن تبعه بحسان الى يوم الدين. مشكلة مشكلة بتواجه عدد آآ كبير من الاصدقاء لما بيقوم بالتقاط بعض الصور في بعض المناسبات. الشخص ساعد بيكون غير مهيئ لالتقاط هذه الصورة نتيجة ظهور هلات سوداء او حبوب او نمش او تجاعيد. آآ فبتطلع الصورة آآ غير منضبطة وبتدي احاق مش كويس. واحنا عارفين ان الصور اللي في المناسبات بالذات يجب انها تكون على افضل آآ صورة. طيب لو قمنا بالتقاط بعض الصور وجدنا بعض المشاكل زي حبوب الشباب او التجاعيد او النمش. هنعمل فيها ايه? بنهدي لحضراتكم احد البرامج الجبارة او الادوات السحرية اللي مساحتها لا تتجاوز ما بين خمسة الى تمانية ميجا. وبتؤدي هذه المهارة بامكانيات عالية جدا منقطعة النظير دون الحاجة الى تعلم برامج كبيرة مثل آآ الفوتوشوب وخلافه. زي ما انا شايفين ادوا صورة لأحد الفتيات في نمش وفي حبوب وفي تجاعيد وفيه 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 وفيه. بعد ما استخدمنا هذا البرنامج وزي ما هندرس مع بعض باستخدام اداة سحرية بسيطة جدا جدا جدا. هيتحول الشكل الى هذا آآ اشيء. ده محاضرة اليوم. اسفل هذا الفيديو سوف تجدونا رابطان. رابط لتحميل الاصدارة الكاملة لهذا البرنامج برتمل يعني نسخة محمولة من غير تسطيب على الجهاز تقدر تستفاد بها. والنسخة التانية ورابط التاني لتحميل اعتص اصدارة من الموقع الرسمي. تعرفين نستعرض هزي آآ الرواب. دول الرابطين رابط لحميل الاصدارة الكاملة. هقوم بنسخة اهوت على عشرة نشوف العملية هتتم ازاي. ثم في خانة الواصل هتضغط عليه على سنك تقوم بتحميله على هذا آآ آآ الوضع. نشوف خطوات التحميل هتتم ازاي. ثم ندخل على الموقع الرسمي للبرنامج. ثم آآ بعد تحميل البرنامج هنقوم بتسطيبه واجراء بعض آآ التدريبات. بعد ما ضغطنا على الرابط اللي من خلالها هنقوم بتحميل الاصدارة المحمولة الصامتة الكاملة التي لا تحتاج الى التفعيل من خلال موقع الاستضافة فيل فور نت. هيظهر على هذا ان نعدونا ظهور اي مشاكل هنقدغطينا على دون لود اللي هي اللون ابيض والخلفية رماضي. هنقلني الى صفحة تانية من خلال الصفحة التانية هيتم اختبار الكاباتشا. من خلال اختبار الكاباتشا بعد نجحنا فيه هننتقل الى الخطوة التالتة لآآ التحميل وعلى تساطتم منها الانتظار بضع ثواني. هننتظر الى ان يظهر اختبار الكاباتشا. لو استعجلت وتغطت على كنتوني وفي بعض الاحيان بتظهر نوافذ دعائية. كون بغلق هذه النوافذ. هنضغط على انا لست برنامج روبوت على هذا النوع. فاما يتم وضع علامة صح. يا اما يتم عمل تست بالنسبة لحضرتك عشان يتأكد انك لست برنامج روبوت. فيقوم بسؤالك بعض الاسئلة اللي بتختار منها ثلاث صور على الاقل بتكون صحيحة. ساعة تطلب منك تحديد سيارات الحافلات. الجبل والتلال. الدراجات البخارية. آآ آآ وهكذا. هننتظر الى ان ننتهي من آآ الاختبار. بعد زي ما انا شايفين زهور الاختبار مناطق عبور المشان. قم بتحديدها قمنا في تلاتة على الاقل ممكن يكون الرقم ازيد من ذلك ثم اضغط على تحقق او احيانا يقول لي عالتالي ازا كانت الاجابة صحي يتم وضع علامة صح ما كانش هيتم تكرار السؤال اكتر من مرة. بعد ما ضغطنا هتلوم من الانتظار. هنتظر بضع ثواني. بعد الانتظار خمس ثواني آآ بيتم من خلالها هو بيقوم بعرض بعض الاعلانات. هيظهر زر اسمه دا ونلود. اضغط على هذا الزر. اللي اسمه داون لود زي ما حضراتكم شايفين وزي النسخة هي تم تحملها مباشرة انا هو في مجلد داون لود زي لم يحدث اي اقتران خلاص تم تحملها هنتظر الى ان ينتهي من عملية التحميل وقم بتسطيبها على آآ الجهاز وقمي ما لهاش تسطيب ده هي نسخة محمولة هيتم التعامل معها بكل سهولة ويسر. ده لو انت عايز تحمل هذه الاصدار. لكن لو دخلنا على قاعد هذه المواقع آآ من خلالها هتخش على الموقع آآ الرئيسي لتحميل آآ آآ برنامج لتحميل البرنامج هو ده الموقع الرئيسي لتحميل البرنامج عندك رابطين من خلاله هتقدر تصل الى هذا الموقع لتحميل هذه الاصدارة الحديثة المتلأمة آآ مع آآ بكزا آآ اللغة تقدر تستفاد بيها بيوظهر لك قبل وبعد 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 الحاجات هو بهذه الطريقة السلسة والبسيطة. ده الموقع الرسمي وبيعرض بعض النمازج للاستفادة منها على هذا آآ آآ النحو. طيب بعد محضرك بتقوم بالتحميل. هيكون الملف مضغوطة تعتاج لملف ونرارة على اس لانك تقوم بفك ضغطه النسخة المحمولة خمسة وتمانية نسخة الحديثة سبعة وستة. هنقوم بفك الضغط على هذا آآ النحو. بعد ما نفق الضغط مساحته صغيرة آآ جدا. هيزهر المجلد الخاص بينا اهوت. هنقوم بالضغط عليه لاني يتم عمل تثبيت ليه على الجهاز. هدغط دابل كليك زي ما حضراتكم آآ شايفين. بعد ثواني هيتم تحميله وفتحه لو لاول مرة هيقول لك اختار اللغة ما تختروش اللغة العربية يا جماعة. اختار اللغة الانجليزية افضل لان اللغة العربية معقولة بطريقة مع الاسف مس صحيحة. يبقى انت وانت بتقوم بالضغط عليه وطلعت لك في البداية الاول مرة اختيار اللغة اختار اللغة آآ الانجليزية وليست اللغة آآ العربية. بعد كده تعالوا بينا نبدأ في التمرين الخاص بينا. ميزة النسخة المحمولة بالاضافة انها لا تحتاج الى تكريك او الى تفعيل انها بتعملك محاكاة بيكون في فيديوهات موجودة داخل النسخة على اساس يوريك او يظهر لك كيفية آآ التدريب. الكلام ده الاول مرة. لكن انا سبق ان انا نزلتها. هقوم باستدعاء احد الملفات. وهنبدأ مع بعض اجراء عملية تنقية آآ آآ الوجه بطريقة سلسة وآآ سهلة. عندي انا مجلد عامله للتدريب على اساس اقدر استفاد آآ بيه مع حضراتكم. نبدأ كده ان نتحرك نبدأ ان نتحرك الى ان نصل الى هذا آآ المجلد مع حضراتكم. ننتظر الى ان ينتهي. ثم نبدأ في عملية التحميل. ثم بعد ذلك هنبدأ نختار الحاجات اللي احنا هنتدرب عليها هيت. هنختار بعض النمازج على اساس آآ آآ ان نتأكد من مدى كفاة وفعالية هذا آآ البرنامج. ثم نقوم باختيار الصورة اللي احنا عايزين نعمل لها تنقية بالنسبة لي آآ آآ الوجه. كبر حضرتك النفذة ما فيش اي آآ مشكلة. قم باختيار الاداة الاولانية اللي هي السكين كلينار اللي هي مسح الجلد نيت. تمام? وبعدين قم بعمليات ضبط بالنسبة للصيس وبالنسبة للهاردنس الخاصة بها. ثم اضغط على المكان بهذه الطريقة يتم آآ ازالتها. ثم اضغط على زر حيتم التطبيق ما تم اجراءه. لو عايز ترجحها تاني عن طريق اوريجنال هيوريك الصورة وفيه عندك آآ التراجع وتقدر تحفظ هذه الصورة زي ما حضرتك عايز. لو اخترنا صورة تانية ما دي اوبنا هوت. اقول له مش عايز احفظ. هنبدأ نختار صورة معقدة شوية زي صورة الشاب ده. صورة الشاب زي ما حضرتكو شايفين. هنختار اللي هو مسح الجلد. اللي هي ونصغر ممكن الحجم شوية كده هوت. ثم نبدأ نمسع. نشوف كده مع بعض يا شباب. اللي بيحصل بالنسبة للوج. بدأ ننزيل النمش والحبوب. وبدأ الوج يرجع تاني نقي. زي ما احنا شايفين بدون اي مشاكل. ممكن تكبر وتصغر الاداة. بيمسع اي حبوبة هوت. مع حضراتكم. نشوف كده الشكل بقى شكله ايه? في هنا شوية تجاعدة هي. نبدأ نشيلها. بقى زي الطريقة السلسة والبسيطة. ونضغط على تنفيذ. هتتنفذ ثم بعد ذلك هتضغط على 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 سنك تحفظه. وتحفظه بالامتداد اللي حضرتك عايزه. في اكتر من امتداد هتقدر تحفظه من خلاله. وليكن هنسميها كده بالطريقة دي كده هوت. اه ارقام كبيرة كده على اساس ان احنا ممكن نحتاجها في تدريب مرة اخرى ونضغط على سيف كده تم تصديره وحفظه. لو جبنا صورة معقدة شوية مع حضراتكم بصور كل ما زالتها كده كل ما احتاجت مجهود اكبر مننا. دي صورة زي ما انتم شايفين اهيت. هنبدأ دلوقتي هذه العملية نبدأ بدأنا فعلا نزيل بعض الحبوب. نزيل بعض الحبوب. ولكن في حاجات تانية عايزة مجود كبير. ازلت الحبوب والتجاعد. لكن الكروح الموجودة ديت هتحتاج ادوات اخرى تجرب ادوات اخرى من الموجودة. بدأنا نزيل اي نمشي هوت مع حضراتكم. نبدأ نختار هذه الاداة كده ونبدأ نعمل بالطريقة ديت بحيس انك اه بدأت الكروح تتزال شوية بشوية مع حضراتكم بطريقة ديت. نرجع تاني لاستخدام الاداة اللي احنا عايزين. اهيت. ونبدأ نكمل عملية آآ الضبط. ممكن تزود كده. نشوف كده مع حضراتكم. اهوت. نشوف كده الوجه. الوجه اختلف تماما عن الاول. بتزود عملية الاضاءة. عملية تركيز الاضاءة على مناطق آآ معينة. زي ما احنا شايفين. اهو. خلاص خلصت شغلك. بقيت تمام. قوم بحفظ هذا الشغل الخاص بحضرتك واستفاد آآ بيه. كده استطعت انك تستغنى عن برامج كبيرة جدا. زي الفوتوشوب والفري هاند وغيره وغيره والادوريستراتل الى اخره. وبرامج جبارة في معالجة الصوبار. مطلوب منك انك انك انت تبدأ تتعامل مع هذه الادوات. احنا استخدمنا التلات ادوات دولار. وليه اداة الماس. اشوف بقية الادوات وشوف امكانياتها وبعد ما تخلص العمل الفني الخاص بيك. ازهب الى فايل واعمل سيف او سيف از. اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهارة السريعة. اللي اعتقد ان عدد كبير جدا. آآ حاول انه يتعلمها لكن واجه صعوبات آآ اتمنى ان اكون وفرتها لحضرتك لقبال تحياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.